في ثلاث حاجات مهمة جدا لازم نتكلم عليها النهاردة. اول حاجة فيهم. النضارة. انا عارف النضارة كبيرة شوية. بس انا جبتها وهي عجباني اوي طلعت كبيرة. وبعد ما حلقت شعري عشان العملية. بيت كبيرة اكتر. والحطة دي بس فيها كيرف كده فمحتاجة تتزبط شوية بس بصراحة هي عجباني اوي لدرجة انا مش قدر استنى ان ازبطها وبعد كده صور بيها. فهلبسها كده كده النهاردة ونشوف ايلا هيحصل. الحاجة التانية طبعا اللي شايف شاكلي ده او شعري ده. وشايف انه الوانه مختلفة وكده شوية من قدام. ده عشان انزارعت شعري. فممكن ترجع في الفيديو اللي فات لو عايز تعرف عن الموضوع اكتر. الحاجة التالتة بقى. والاهم. ان النهاردة هنتكلم علي حاجة صراحة. بشوفها صعبة بزيادة على الناس. مع ان هي مش صعبة اوي. بس هي بتبقى صعبة. لكن ما ينفعش نقول لها مش صعبة. فيها نسبة صعوبة. هنتكلم عن المواجهة. ازاي نعرف نواجه حد بحاجة بتقابلنا. حاجة مزعلانة. حاجة عايزين نقول هالو عشان ممكن يكون مؤثر فينا بشكل من الاشكال. فهيلا ندخل في موضوع الفيديو. وازايكم يا اجمد واصع. واحلى واشيك. وارجل ناس. في العالم. لو في بنا بتتفرج ممكن نقولي. واكدع الناس في العالم. مش مش هنفع نقول رجالة. لان دلوقتي لما تقول البنت دي ايه بقولك البنت دي راجل. تقولك ليه يعني اهما في بنات جادع كده. وهو اصلا الموضوع عادي. كلمة مواجهة هي دي اللي بتخلي الموضوع يبان انه صعب. مواجهة يعني حطت اتنين في وش بعض. ففيها حتة كده فيها عدم مراحة. يعني انا ما خشها لحد ده بقولك ايه انا لازم اتكلمك في الموضوع لانه انا زعلان ولان في حاجات. طب ما هي كده الموضوع هيبقى مش مريح. انا هقولك على طول عشان ما طولش انا هقولك ايه الحاجات اللي ممكن تخلي الفكرة بتاعت ان انت تواجه حد بحاجة عايز تقولها له. او لازم تقولها له. ونجيب بالاخر. وانت شوف بقى عايز تستعمل منها ايه او ايه اللي ممكن تشوف انت بتعمله. ده اللي انا بعمله. وهقولك انا بشوف الموضوع ازاي. مبدئيا كده في جملة. هبتتقل بالانجليزة طبعا بس هنشوف الترجمة بتاعاتها بالعربي هتبقى النظام. يعني فيها وقت كده الراجل لازم يعمل الحاجة اللي الراجل لازم يعملها. يعني انت لو في موقف محتاج وقفة ومواجهة حتى لو المواجهة دي لنفسك. بتواجه لنفسك بالحياة ومش مبسوط. في مواجهة لازم تعملها مع نفسك وبتتهرب منها. كراجل قوي محتاج يغير حياته محتاج ياخد موقف لنفسه لازم تعمل الحاجة اللي المفروض تعملها. ايا ان كانت ايه. فايا ان كان الموقف. فدلوقتي لو انا عندي حد مسلا بيعمل حاجة مش مزبوطة ومأسرة على حياتي. مراتي مسلا. قاعدة بتعمل حاجة بتاع بالمأسرة فيها بشكل وحش بس يعني مش عايزين مشاكل. اصلا 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 ما بحبش المواجهة خالص. انا شخص مش بيواجه. اول حاجة من الحاجات اللي انت ممكن تكون بتخليك ما تعرفش يتواجه او بتخاف من المواجهة. ان انت بتتوقع النتائج. رغم ان المواجهة اصلا النتيجة الاولانية بتاعت المواجهة اللي هتبقى في مصلحتك. ان ان انت هترتاح نفسيا. ان انت كان جواك حاجة عايز تقولها للشخص. وطلعت. فدي اصلا اول فايدة بتبتستفدها. ان انت طلعت اللجواك خلاص ان انت ارتحت. بس انا لو رايح واجه حد. اول حاجة لازم اعملها. ان انا متوقعش النتيجة. يعني انا اللي هو انا داخل اقول لحد حاجة. لو انا توقعت النتيجة وجات حاجة تانية غيرها. او بازعل. او انا انا غلطان اصلا جيت اتكلمت اساسك. عشان انت بتبت متوقع النتيجة. فاول حاجة متوقعش النتيجة. تانية حاجة انا لازم اعرف ايه الهدف من المواجهة دي. يعني ايه النتيجة اللي انا عايز اوصل منها بالمواجهة دي? المواجهة دي انا بيعملها ليه? عشان لما اقول الشخص انا جاي اكلمك النهاردة في حاجة هي مقصرة فيها ازاي? وبتعمل فيها ايه? وفي الاخر انا عايز مصلحتنا في الاخر او انا عايز ان احنا يبقى كويسين او انا عايز ان الشغل يبقى احسن. فبتقوله الهدف الأسمى أو الأجبر مش إن انت بتزنقه أو بتحط بتنطحه في بعض يلا ننطح في بعض فهام فالهدف الأساسي في الآخر لما بتحطه بيخلي المواجهة أسهل لأن احنا عندنا هدف أساسي إن احنا نوصل لنتيجة الأخرينية مش هدفنا إن احنا تعالي إحنا نتخانق واللي يطلع لبر الأمان يبقى أحسن هو ده اللي بيخلي الواحد يقع في المواجهة إن المواجهة بيبقى دخلين يتخانق لازم واحد يكسب فده اللي بيخليه مواجهة تحدي لكن لو أنا داخل عشان في الآخر نوصل إحنا الاتنين لبر الأمان وعلاقتنا تبقى أقوى دي حاجة هني خالص ولو إنت مثلا هتسيب واحدة فأنا مش قادر أوجهها وقعد بتقول أصلية طيبة أصلية جميلة أصلية مش عارفية بتقول أي حاجة عشان ما تواجههاش وتقول لها إحنا مش هينفع نكمل بتعمل حاجة مش بتبسطك مش مرتاحين مع بعض مثلا بعد الجواز في السيكو سيكو بس لازم أقول فلازم في الآخر نقول إيه أنا الهدف بالنسبالي إن إحنا الاتنين نبقى مبسوطين فنعايز نوصل للأحسن إن إحنا الاتنين نعرف الحياة بيننا اللي بالشكل ده عايزين أنها تبقى أحسن حاجة لنحنا الاتنين فدائما أنا أتكلم إن إحنا في مركب واحد تاني حاجة إن إنت دائما لازم يبقى عندك شوية وإنت بتواجه اللي هو أنا مش داخل لواجه ده أنا هتعلع ديك أهله أنا خلاص جبت آخري وأنا داخل بيبقى عندي شوية تعاطف وتأدير أو احترام لمشاعر الشخص الأدامي يعني أنا داخل وأنا بختارك كلام بختارك كلام على الأساس إن أنا عايزه في الآخر يبقى هو مرتاح وأنا مرتاح وعادي جدا أول ما أبدأ الموضوع بروح أقال له أنا عارف الموضوع اللي هتكلم فيه ممكن يكون فيه حاجة مش مريحة بيننا إحنا الاتنين تبقى مش مرتاح من الموضوع يعني أو العنوان بتاع الموضوع بس تعالى لو لقينا إن إحنا الاتنين في وقت مش مرتاحين نقول لبعض أو نوقف ونتكلم تاني وكده إحنا ما ورناش أي حاجة فكده إنت ديت له خلفيا الموضوع ممكن يبقى موتر شوية فهو أصلا هتلاقيه توتر بس في نفس الوقت ديت له الإيه اللي هو بص إحنا خلاص إحنا ممكن يبقى فيه شوية توتر فلو ظهر عليك ما تقلقش وفي نفس الوقت إنت كمان عارف إن الموضوع اللي هتتكلم فيه مثلا أو المواجهة دي ممكن تبقى موترة أو ممكن تبقى مش مريح فلما إنت داخل عامل حسابك على ده فلما الشخص اللي قدامك بيبتدي يبين علامات توتر أو قلق أو هيبتدي يتعصب فإنت عارف الموضوع إنه هيعمل كده فتقدر التهدي تثبطه فههم؟ تبقى إنت اللي إيه كأنك رئيس الجلسة ثلاثة حاجة بشوفها مهمة قوي في المواجهة أو إنت بتفكر تواجه إن إنت لازم تبين للشخص اللي قدامك نيتك بوضوح وفعلا تبقى بتقولها بإخلاص يعني كلمة إخلاص دي مش سهلة لا تبقى سنسير يعني اللي هو إنت بتقوله أنا عارف إن أنا الكلام اللي بقوله ده أنا مش بقوله عشان أنا أحسن منك في حاجة بالعكس إنت يمكن تكون أحسن مني أصلا وبتفهم في الحتة بتاعتك أكتر بس اللي إنت بتعمله مؤثر على حاجة مثلا معاناة في الشغل فبتوريه إن إنت مش بتتكلم معا مثلا كمدير إنت بتوريه إن إنت بتتكلم معاه كحد هدفه الأساسي مصلحتنا إحنا الاتنين وبتوريه إن إنت متواضع مش إن إنت جاي اللي هو أنا جاي يركب نيتك لازم تبين غير العنوان اللي هدف نحن عايزين نوصله في الآخر نيتك لازم تبقى واضحة حاجة تانية لو إنت داخل تواجه حد جاهز نفسك بالتفاصيل شوية في الموضوع عشان يبين إن إنت مش داخل تقول أنا بصراحة في حاجة من داخل داخل واجه لأ هو إنت ممكن تبقى حتى لو الموضوع بسيط بس خليك واضح وما تقولش اللي هو إيه أنا قرفت مثلا بلاش الحاجات العامة يعني خليك واضح وبتتكلم بتستخدم الكلمات المزبوطة عشان ما تعملش نوش ما تعملش ألا ما تخليش حد يقول أنا حاس إن أنا زهقان وهو أصلا الشخص يكون بيحاولي بسيطة كتير فلما تقوله إن أنا زهقان وبذات في الجواز لو أبتكلم بالجواز الحاجات دي بقى يعني معرفش إزاي اللي هو الناس بيبقوا المفروض اللي إحنا جواز وحب وعلاقة للأبد وكده بس ما بيرعوش خالص بعض في الاختيار الكلمات اللي هو أنا هقول لك حاجة فهم لا لازم أخليك تحس سنزح لنا قد إيه فهينك اللي هو إيه في إيه المفروض الموضوع في العلاقات كمان يبقى أحسن يبقى لو أنت بتحاول تختار الكلمات مراعاة للشخص اللي قدامك ومشاعره عشان هو حتى يتكلم ونوصل للحاجة أو لبر الأمان اللي إحنا بنتكلم عليه ده بمنطقة البساطة كده وآخر حاجة بس اللي هقولها لو أنت داخل في موضوع مهم بالنسبة لك بس خايف تواجه وقررت أنت تواجه ما تستسلمش ما تستسلمش وتفقد الأمل في نفسك وفي الشخص اللي قدامك أنا بتكلم في الحاجات بقى مش في الشغل وبتاعك كمان بس لو أنا داخل أتكلم مع واحد صحبي عشان فعلا إحنا العلاقاتنا كويسة وفي حاجة حلوة بيننا وعشرة رهيبة بس في حاجة حصلت أنا عايز أقولهله مش شرط تسميها مواجهة سميها أي حاجة تانية غير كلمة مواجهة سميها نقاش سميها حوار سميها موضوع عايزين نتكلم فيه ما تقولهاش أنا مش عارف أواجهه سميها أي حاجة تانية يقوله أنا مش عارف أتكلم معاه هتقوله يا دي لها بلدة أنا مش عارف أتكلم معاه زي مرة باتكلم معاه كل يوم فاهم؟ لا تأمره كلام المسميات هاي اللي بتخليك تخلي موخك يقولك أه مواجهة طب أخلي بالك احذر هو موخك بيشتغل حتى أنت قبل ما تفكر مواجهة لا بقلاش مشاكل لازم يكون عندك شوية إنسانية شوية تواضع التواضع ده على فكرة بيزيدك يعني كل ما تتواضع بتعرف تكبر يعني كلمة من توضع لله رفعه هو مش رفعه خليه أحسن من الشخص أو لا هو أنت نفسك بجد بتحس أنت كأنك بتسمو يعني بتسمو عن الحاجات اللي هي السلبية اللي في الموقف بتسمو مش بتسمو اللي هو أنت روحك نفسها بتسمو بتعلم بتحس أن أنت اللي هو هو أنا إيه الأصل للموضوع هو أنا بقى فيش في إيه أنا ليه أصلا مظمودي فما تعتبرش المواجهات مواجهة اتكلم في اللي أنت عايز تتكلم فيه لو مدايقك ولو أي حد عنده أفكار تانية ممكن يزودها تخلي المواجهة أسهل فده الموضوع الببساطة أتمنى يكون الموضوع ده هداك شوية وطمنك أن أنت تعرف لو في حاجة وقفة في زورك هنا تعباك من أغاس عليك حياتك وعايز تقولها لحد هلازم تشاركوا لأنت جواك ده ليه تسيبوا جواك والشخص ممكن بقاش واخد باله وبتعمل عادي وانت عاد بتقول والله ده مش واخد باله ده مش عارف إيه 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 عشان انت مش عارس تواجه فهم ممكن لما تواجه يحصل حاجة أحسن وممكن لما تواجه يحصل مطيبة توصلنا برضو لبر الأمان بس مش عايز نتواجه أكتر من كده شكرا جماعة قوي ان انت فرقتوا وأتمنى الفيديو يكون بالنسبة لكم لذيذ وبسيط ومفيد ولو حس ان في حد مش عارف يواجه أو كده بعطل الفيديو ده بس أهم حاجة مش يتخلق معي أنا شمشادي مشوكك مشين سلام